السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سوف نقوم بإنجاز تمارين سفارق 105 من كتاب واحد العلوم في زائل سنة الثالثة أدادية تمارين الرابع مقارنة تأثير شدة تقالة كتلة أحد رواد الفضاء هي 95 كيلوغرام على الأرض أولا أحسب شدة وزنه على سطح الأرض حيث شدة التقالة هي 9.8 نيطا على الكيلوغرام والرمز دلاء يواء الجدد دائما من أجل حساب شدة الوزن إذا كانت لدينا الكتلة وشدة مجال التقالة نستعامل وعلاقة بي تكون م في الج إذا على سطاح الأرض الج تكون 9.8 نيطا على الكيلوغرام نعلم أن بي تكون م في الج يعني أن بي ت على سطح الأرض شدة الوزن هي م في ج تفي اللي هي شدة تقالة على الأرض إذا بي هي أم نحن بن信ج 45 كيلوغرام في الج تفي اللي هي 9.80 نيطا على الكيلوغرام تساوي 735 نيوطر على سطح القمر حيث شدة تقال الجيل تساوي 1.63 نيوطر على الكيلوغر لنحسب شدة الوزن على القمر بنفس الطريق بحيث أن بل هي شدة الوزن على سطح القمر والجيل هي شدة مجال التقال على سطح القمر 1.63 نيوطر على الكيلوغر الكتلة دائما تبقى ثابتة من سبيل هذا الرأي الفضاء 75 كيلوغر في 1.63 نيوطر على الكيلوغر تساوي دائما شدة الوزن ستخرج بالنيوطر لأن الكيلوغر سوف تختزل كذلك مع الكيلوغر تساوي 122.25 نيوطر سؤال الثاني يرتدي الرائد بدلة واجهزة كتلةها 80 كيلوغر هل يكون ارتداء البدلة واجهزة سهلا على كوكب الأرض أو على القمر علي الجواب سوف يكون ارتداء هذه البدلة الكتلة لها 80 كيلوغر على سطح القمر أسهل من على كوكب الأرض لماذا؟ لأن شدة الوزن على القمر هي أقل من شدة الوزن على الأرض ثانيا يكون ارتداء البدلة والأجهزة سهلا على القمر لأن شدة الوزن ستكون أصغر على سطح القمر إذا من سطح القمر مثلا من سطح القمر 75 كيلوغر شدة الوزن هي 122.25 نيوطر تبينما شدة الوزن على الأرض هي 735 نيوطر وبالتالي كلما كان شدة الوزن أكبر كتكون ذاك الجاذبية للكوكب كتكون أكبر وكيكون رفع الأتقال عليها كيكون أصعب تمرين الخامس رافعات الأجسام تحمل رافعات جسما متجانسا كتلة 420 كيلوغرام يوجد الجسم في حالة توازن أي النقطة تمثل مركز ثقل الجسم A أو B على الجواب إذن هذا الجسم هو في توازن تحت تأثير قوتين القوة المطبقة من طرف الرافعة وقوة الجاذبية الأرضية اللي هي الوزن لكي يكون الجسم في توازن تحت تأثير قوتين يجب أن يكون للقواتين نفس خط تأثير ونفس شدة ومنحيين متعاكسين الخط التأثير للقوة المطبقة من طرف الرافعة هو الخط ديال هذا الخيط هو العمودي الذي منطبق مع هذا الخيط يمر من النقطة C هذا مستقيم العمودي يمر من النقطة C ماذا نلاحظ أنه سوف يمر من النقطة A لأخذينا مسترود عنها على هذا الخيط سنلقوا بأنه يمر كذلك من النقطة A وليس من النقطة B وبالتالي المركز للتقال الجسم سيكون هو النقطة A واللي هي عادة 2 نقطة ديال مركز تقال هذا الجسم أولا الجسم في توازن تحت تأثير القوتين الرافعة والجاذبية أي أن خط تأثيرهما متطابق إذن النقطة التي تمثل مركز تقال الجسم هي النقطة A لأن خط تأثير القوة المطبقة من طرف الرافعة يمر من النقطة A وهو خط تأثير وزن الجسم ثانيا نمثل وزن الجسم بتحديث سلم المستعمل نعطي الجسم 17 نيطن على الكيلوغرام إذن لكي نمثل وزن الجسم نطلق من النقطة A اللي هي مركز تقال الآن هي النقطة A في الغالب ديالحل نسميها النقطة G خط تأثيرها هو عمودي ملحها نحو الأسفل لأن الجاذبية تجذب الجسم نحو الأسفل دائما لوزن الملحها نحو الأسفل ثم نقوم باختيار السلم لكن من أجل تحديد السلم يجب أولا أن نحسبها كم تسوي شدة الوزن هلأ الكتلة هي 420 كيلوغرام وعطونا الشدة مجال التقالج G تسوي 10 نيطن على الكيلوغرام نحسبه الشدة الوزن وبعد ذلك نختارة السلم دائما تسوينا M في J M هي الكتلة عطونا 420 كيلوغرام والج هي 10 نيطن على الكيلوغرام 420 في 10 هي 42 ثم نيطن لأن الكيلوغرام سوف تختزل مع الكيلوغرام وتبقى النيطن سوف نختار سلم مناسب لكي يتناسب مع هاد شدة الوزن إذن 1 سنتيمتر لكل 2100 نيوطن إذا كل 2100 نيوطن نمثلها ب1 سنتيمتر يعني أن 4200 نيوطن ستنطلها ب2 سنتيمتر 1 في 4200 نقسم على 2100 ستعطينا 2 إذن نخدم استراوة على الشكل سوف نمثله هذه المتجهة للشدة للوزن الجسم إذن تلقى من النقطة A سوف نقوم بتمثيل هذا الوزن الجسم بشكل رأسي من النقطة نحو الأسفل وندره 2 سنتيمتر إذن تلقى من النقطة A نحو الأسفل 2 سنتيمتر وهذه هي القوة B سؤال الثالث حدد مميزات القوة التي يطبقها الحبل على الجسم مثل هذه القوة إذن المميزات القوة المطبقة من طرف الحبل للرافع على الجسم طبيعة الحال هي قوة تماث مموضعة إذن النقطة دي لتأثير هي النقطة C نقطة تماث خط التأثير هو المستقيم العمودي أو الرأسي ألمار من C المنحة من C نحو الأعلى لأن هذا الرافع ترفع والجسم نحو الأعلى والشدة لدي تكون لدينا نفس الشدة التي لقنا قبلها وهي 4.5 سنتيمتر ثالثا مميزات القوة التي يطبقها الحبل على الجسم يعني نحن اسم منها F نقطة التأثير هي النقطة C خط التأثير هو المستقيم الرأسي المار من C المنحة من C نحو الأعلى شدة F تساوي 4200 نيوطن يعني نفس الشدة لأن هذا الجسم هو في توازن من أجل تمثيل هذه القوة سنطلبها بنفس الطريقة يعني سنأخذ الخط اللي هو عمودي مر من نقطة C التأثير من نقطة C بإثنان سنتيمتر نحو الأعلى ونضره سام ديال المتجهة إذن هذه المتجهة التي كتبت لنا القوة F ونكتب عليها القوة المطبقة من طرف حبل الرافعة على هذا الجسم تمرين ستة تغيير شدة الوزن شدة الوزن الشخص بالقطب الشمالي 5589.8 نيوطن حيث شدة التقالة تساوي 9.83 نيوطن على الكيلوغرام نحسب كتلة الشخص إذن باش نحسبوكو ثلاث شخص فنستعملوا العلاقات هي P كتسوينا G في M إذن نعلم أن P كتسوينا M في G مغينا نعرفوه هذا M مش حال كتسوي هي P على G إذن M كتسوينا P على G لدينا P هي 589.8 نيوطن والG هي 9.83 نيوطن على الكيلوغرام كيف ما أعطونا في التمرين إذن M كتسوينا P اللي هي 589.8 نيوطن على 9.83 نيوطن على الكيلوغرام تساوي 60 كيلوغرام إذن نيوطن ستختزل مع نيوطن والكيلوغرام سترجع إلى البسطة ثانيا حديث شدة وزنه بكل من الضار البيضاء حيث شدة تقالة تساوي 9.80 نيوطن على الكيلوغرام وخط للسيواء حيث شدة تقالة تساوي 9.70 نيوطن على الكيلوغرام من أجل تحديث شدة الوزن نستعملوا دائما العلاقات P كتسوينا M في G M هي الكتلة دائما هي اللي حسبناها قبلها القادة 60 كيلوغرام في سؤال الأول والج هي 9.80 منسبة لضار البيضاء و 9.80 منسبة لخط للسيواء P تساوي M اللي هي 60 كيلوغرام في G اللي هي 9.80 نيوطن على الكيلوغرام منسبة لضار البيضاء تساوي 588 نيوطن منسبة لخط للسيواء كذلك نستعملوا نفس العلاقات P تساوي M في الجل هي 60 كيلوغرام في 9.78 نيوطن على الكيلوغرام إذن P تساوي 586.8 نيوطن منسبة لخط للسيواء 586.8 نيوطن و في الأول أعطونا يعني في القطم الشمالي 589.8 نيوطن وبالتالي هي مختلفة في هذا المناطق الثالثة لكن ليس اختلاف كبير السؤال الثالث ماذا تستنتج؟ إذن نستنتج بأن شدة وزن هذا الشخص تختلف من مكان إلى آخر ثالثا نستنتج أن شدة الوزن تتغير حسب المكان الذي يتواجد فيه الجسم 87 شدة التقالة حصل تلميذ خلال مزاولة النشاط تجريبي على نتائج المدونة في الجدول الأسفل الكتلة بالكيلوغرام و شدة الوزن بالنيوطن إذن نقوم بقياس كتلة جيسن ثم شدة وزنه و ندونها في هذا الجدول إذن هنا أجسام مختلفة أولا ماذا استعمل التلميذ لإنجاز قياس الكتلة و قياس شدة الوزن من أجل قياس الكتلة نستعمل الميزان و من أجل قياس شدة الوزن نستعمل الدينامومتر إذن من أجل قياس الكتلة استعمل الميزان و من أجل قياس شدة الوزن استعمل الدينامومتر ثانيا خط المنحنة الممثل لتغيرات شدة الوزن بي بدلالة الكتلة أم إذن ندروا المنحنة ندروا مع المتعامل من المنظم تغيرات شدة الوزن بدلالة الكتلة يعني الكتلة أم ستكون في محور الأفاصيل و شدة الوزن بي بدلالة تكون في محور الأراتيم ثم سوف ننقل هذه القيم باستعمال سلم مناسب أنا قمت برسم هذا المعلم متعامل من المنظم هنا لدينا السفر هنا لدينا بي بدلالنيوطن يعني شدة الوزن وهنا لدينا أم بالكيلوغرام اللي هي الكتلة ثم اخترت السلم 0.2 كيلوغرام تمثل 1 سنتيمتر و 2 نيوطن تمثل 1 سنتيمتر يعني في محور الأفاصيل كل سنتيمتر هو 0.2 كيلوغرام إذن 0.2.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 أنا نلقى 1.6 إذا تمشيه ب0.2 ثم على محور الأراتيم كل جوج نيوطن تمثل 1 سنتيمتر إذن 2 4 6 8 10 12 14 ثم من أجل المنحنة ورسم المنحنة نقوم باستغلال الجدول كيفما كنا نلاحظه في الجدول لدينا 1.7 نيوطن تقابلها 0.2 كيلوغرام إذن كيف نرسم هذه النقطة 0.2 كيلوغرام ويمشيه بشكل عمودي خطة متقطعة ثم 1.7 النيوطن ستكون تقريبا هنا إذن هذه 1.7 وهنا ستكون النقطة الأولى النقطة الثانية ستكون لدينا نتلاقى المسافر 0.5 كيلوغرام 0.5 كيلوغرام 0.5 كيلوغرام 0.5 كيلوغرام ثم 4.6 نيوطن 4.9 تقريبا هنا تقريبا 5 ثم نضع خط بهذا الشكل ونضر النقطة تقاطع إذن أنا قمت بتوقف الفيديو باش ميجيش الفيديو طويل قمت برسم جميع النقطة بنفس الطريقة اللي رسمنا بها نقطتين الأولى كذلك هنا ستلقى بأن إذا كانت الكتلة هي 0 شدة الوزن ستكون طبيعة الحال هي 0 نيوطن وبالتالي هذة المنحنة ستمر من نقطة 0 إذن ناخده مسترة باش نرسمه المنحنة ستلقى بأن هذة النقطة هي تقريبا مستقيمية إذن تقريبا هذة النقطة ستكون مستقيمية وتمر من أصل المعلوم ثم ستأخده قلم الرصاص ونرسمه هذه المنحنة بالمسترة وقلم الرصاص إذن هذة المنحنة الممتل لتغييرات شدة الوزن بدلالات الكتلة ثالثا ستنتج قيمة شدة تقالة بمكان تجربة لكي نستنتج قيمة شدة تقالة بمكان تجربة بإما هذة نحن ناخده نقطة من هذة الجدول مثلا شدة مجل سقالة هي P على M ثم P سيقسمه على M مثلا هذه الموضوع ولا الثانية ولا الثالثة مثلا إذا دلنا P على M 9.8 على 1 الممتل عدتنا تعطينا تعطينا 9.8 إذن هذة السعلاف لحساب كذلك هذة ناخدتنا 7.8 نقسمه على 0.8 ونرى شكله حيث تستوي وهذة هي قيمة شدة تقالة نوعد لا ناخده نقطتين مثلا هذه النقطة مع هذه النقطة وهذه النقطة مع هذه النقطة وكندروا عملية دي الناقص والقسمة مثلا 0.7.8 على ناقص 4.9 نقصهم على 0.8 ناقص 0.5 ثم سوف نجد القيام التالي نسوأهم بهذه الطريقة مثلا هنا بإثنان ناقص بواحد ناخد مثلا النقطتين الثانية والثالثة هي 7.8 ناقص 4.9 نقصهم على 0.8 ناقص 0.5 كذلك ناخد نبي على ام مثلا ناخد القيمة 9.8 في القسمنا على واحد ثم تعطينا كذلك 9.8 ناقص على الكيلوغرام إذن هنا 2.9 على 0.3 عديث خروج هي 9.66 ناقص على الكيلوغرام كذلك نقص 9.8 يعني أنها قيم تقريبية لها تشدة مجال التقال تمرين الثامن تحديد الكوكب حمل رائد الفضاء في رحلته لأحد الكواكب جسمان كتلته 7.8 وشدة وزنه 2 نيوتون على سطح هذا الكوكب أولا نحدد الكوكب الذي يتواجد به رائد الفضاء من أجل تحديد هذا الكوكب يجب أن نحسبها شدة مجال التقال الجي ثم سوف نقارنها مع القيم المعطاة في التمرين يعني باش نعرفه واش هو كوكب الأرض أو القمر أو المشتري أو زوحل إذا نحسب شدة مجال التقال لهذا الكوكب نعلم أن الجي كتسوينا بـ إذا هذه الطريقة باش نحسبه شدة مجال التقالة بي هي 2 نيوتون وإم هي 87 قرام دائما باش نحسبه شدة مجال التقالة أو نحسبه شدة الوزن يجب تحويل الكتلة إلى كيلو جرام إذا 87 قرام هي 0.087 كيلو جرام لأننا نقسمه على ألف إذا بي هي 2 نيوتون على 0.087 كيلو جرام تساوي 22.98 نيوتون على الكيلو جرام إذا قمنا بمقارنة هذه القيمة مع هذه القيمة الموجودة في التمرين هذه القاوية على المشتري 22.9 إذا هذا الرائد الفضاء يتواجد على كوكب المشتري وبالتالي الكوكب الذي يتواجد فيه رائد الفضاء هو المشتري السؤال الثاني شدة وزن رائد الفضاء مع أمتعاته على أسطح الكوكب الأرض هي 1500 نيوتون حدد كتلته وشدة وزن الرائد وأمتعته على الكوكب يعني على الكوكب الذي قمنا بتحديده اللي هو المشتري من أجل يعني معرفة الكتلة دي لها هذا رائد الفضاء هذه نستعمل شدة الوزن على الأرض ل 1500 نيوتون ونستعمل الجي دي الأرض يعني شدة مجال تقالة دي الأرض لي 9.81 نيوتون على الكيلو جرام بما أن الشدة وزنة على أسطح الأرض هي P تقالة 1500 نيوتون نحسب كتلةه باستعمال العلاقة P تقالة M في G بحيث أن الجي واحد دي الأرض هي 9.81 نيوتون على الكيلو جرام إذن M تساوي لو بغينا نعرف M تلقى من العلاقة هي P على الجي م تساوي P على الجي M تساوي P هي 1500 نيوتون على الجي اللي هي 9.81 نيوتون على الكيلو جرام 152.9 كيلو جرام إذن هي الكتلة دي الأرائد الفضاء أو الأمتعة دي الأرض على أسطح كوكب الأرض 152.9 كيلو جرام كيف نحسب شدة وزنها على هذا الكوكب يعني على كوكب المشتري P تساوي M في الجي M هي الكتلة ما غادش تختلف لأن الكتلة هي اللي حسبناها في الأول 152.9 كيلو جرام نضربها في الجي دي الكوكب المشتري الى 22.9 نيوتون على الكيلو جرام إذن P تساوي إذا قمنا بالحساب هذه القاوة 35001 نيوتون إذن شنوك نلاحظ بأن شدة الوزن على كوكب المشتري هي أكبر بكثير من شدة الوزن على أرض 1500 نيوتون على كوكب المشتري 3500 نيوتون تقريبا إن كان هذا صحيح هذه التمارين أتمنى أن يكون فيهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته